وهذا الهجوم اللي على المساحية انه طيب الحسنات والأعمال والصدقات واوالأخي ألا تكفر يعني عن الله اللي يعني عم بتطلع على موضوع الخطيئة بجدية تامة يعني في الحقيقة حرد على سؤال حضرتك بس عايزة أقول حاجة أخشى انها توصل غلط للمشاهد ان الخطيئة لها أجرى وليس لها عواقب بمعنى البعض اعتبر الخطيئة مرض وقال لك هو المريض احنا مش بنعقبه لكن بنعالجه الخاطئ ده مريض ومحتاج علاج أقول هذا جانب لكن مش ده الجانب الوحيد لا الخطيئة إثم ويستلزم عقاب واحد من المرنمين قال كدت أنسى أن للإثم عقاب لا في عقاب طبعا أجرت الخطيئة مش عقبة الخطيئة موت طب بالنسبة للإن أعمل أعمال حسنة فهذا يكثر وده الشرق الأوسط يعني عايشين مع يهود ومسلمين وأديان كتير اللي كله بحاول يرضى ربنا لكن ما ينفعش صدقني ليه لأن يعني مثلا واحد من أغنى الأغنية عمل جريمة قتل وبعدين وبعدين الراجل ده ما عندهش مشكلة أنه يبني مستشفى ويبني ملجأ للأيتام ويبني ويبني وبلاش السجن والبهدلة ينفع الكلام ده يعني لو قال للقاضي أيوة أنا قتلت لكن مستعد في المقابل أن أبني لك ما يتم وأبني لك مستشفى وأبني لك وأبني لك آه دي عمل صالحة هل ده يكفر عن أن ده أتى الإنسان أعتقد دي تبقى فوضى لأن في الحالة ده كل الأغنياء هيقتلوا من شاءوا من البشر بفلوسهم فيش كلام زي كده عند العدالة الأرضية القاصرة فكم بالحرق عند عدالة الله أنت معك فلوس طب ومين اللي جاب لك الفلوس دي ما هو ربنا فأنت هتعمل إيه الخير اللي تعمل الخير أنك تبط تكف عن الشر اللي أنت بتعمله طب ليه استحالي أو غير ممكن الأعمال الصالحة تكفر عن خطيق الإنسان الأعمال الصالحة ليست شيئا أنت إضافي بتعمله لله ده شيء أنت مجبر أو ملزم أنك تعمله يعني هبقى أنني صرت تلاتين سنة ما عملتش ولا مرة واحدة يعني مخالفة مرور وجيت قمت طحت في الناس وكسرت الدنيا ولما يجوا يمسكون يقول لهم ده أنا بقى لي تلاتين سنة ماشي كويس طبعا أنت ماشي كويس هنعمل لك إيه يعني هنعمل لك إيه لكن اللي أنت عملته ده ما فيش حاجة يعني التلاتين سنة اللي أنا ماشي فيها بما يرضي الله ما كسرتش ولا أشارة مرور هل تديني دي أني أدوس في الناس وأدهس ما شئت من البشر طبعا لا فالأعمال الصالحة أنا مطلوب مني أن أعمل أعمال صالحة ومن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له لكن كنت أعملت أعمال حسنة طبعا ده لازم تعمل ده إذا افترضنا أن هناك من يعمل أعمالا حسنة وكثير جدا مما يسميه البشر أعمال حسنة ملطخ بالكبريا والأنانية والعقب والافتخار وإلى آخر